انا عاوز اقرأ كمان يعني آية كتير كتير مهمة في رسالته التانية إلى تيموثاوس إصحاح عشرة بيتكلم مع ابن تيموثاوس طبعا بالإيمان وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثلما أصابني في أنطاكيا وإيكونيا والإسترا أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب بعدين بقول له وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يضطهدون وأما أنت فاثبت على ما تعلم لاحظ أيضا في الإصحاح الأول يقول في آية 13 تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا فعم بيكلم تيموثاوس أنه فعلا هو كتاب مفتوح مسموع مقروء بيشوفه يعني واضح أمام الجميع أمام العيان ترجمة نانسي قنقر